صادقة الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء على مشروع إلغاء اشتراط المصادقة على الوثائق طبق الأصل من الإدارات والمؤسسات العمومية على الوثائق التي تصدرها وأفدت مصادر من وزارة الداخلية لقناة البلاد أن هذا الإجراء سيساهم في تخفيف الضغط الذي تعانيه مصالح الحالة المدنية وسيطفي نوعا من المرونة والسيولة في تعاملات المواطنين مع مختلف الإدارات العمومية مشروع هذا النص لا يخفل عن بعض الحالات التي يحق فيها للإدارة المعنية أن تشترط تقديم الوثيقة الأصلية مثل تكوين ملف يخص الدعاء حق أو الحصول على رخصة يستلزمان تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العام أو عندما تكون النسخة المقدمة غير مقرؤة أو متلفة